طبعا ده بالنسبة للنادي الاسماعيلي وزي ما قلت لكم في معلومات بتقول انه الادارة يعني قد تتراجع عن رحيل الكابتن حمزة الجمل تعالوا نشوف مسلسل اسماعيلي مسلسل غياب الاستقرار الفني في الشهور اللي فاتت يعني نادي الاسماعيلي في الفترة الحالية من غياب الاستقرار الفني بسبب كثر التغيير المديرين الفنيين والذي كان اخره من المدرب حمزة الجبل الذي رحل عن منصبه خلال الساعات الماضية الاسماعيلي في الوقت الحالي يحتل المركز الخمستاشر بجدول الدوري الممتاز برصيد عشرين نقطة بعد ان فاز فيه اربع مباريات فقط وتعادل في ثمان مواجهات وخسر عشر لقاءات مسجلا سبعتاشر هدف واستقبل ستة وعشرين هدف بدأ الاسماعيلي مسابقة الدوري تحت قيادة فنان المدرب طلعت يوسف الذي تم اتقالته بعد ثلاث مباريات فقط حيث خسر من الاهل والسلامية كلبات والبنك الاهل واجه رحيله بعد تصريحات ضده من جانب رئيس النادي يحيى الكومي اعلن رئيس الاسماعيلي التعاكل مع المدرب الارجنطيني اخوان براون لكوية الدرويش الى انه رحل بعد ست مواجهات فقط حيث انه لم يحقق الفوز بعد ان خسر في ثلاث مباريات وتعادل في مسلهم لتتم الاطاحة به طيب دول اللي بيخسروا تعالوا اللي بيكسب استعانى الاسماعيلي بالمدرب حمد ابراهيم حيث كان يشغل منصب المدرب العام بفريق برامدز مع اهاب جلال انه كومي قرر تعيونه مديرا فنان الاسماعيلي لكنه رحل بعد ست مواجهات فقط حيث حقق الفوز في اتنين وتعادل في مسلهم وخسر مسلهم كسم يعني كاية الدنيا بدأت تتحسن اخيرا جاء الرئيس الاسماعيلي بالمدرب حمزة الجمل الازل الله في القيادة الفنية ست مواجهات بالدوري حيث فاز في اتنين وتعادل في الثلاثة وخسر اللقاء وحيد لكن رحيله جاء بعد توديع كأس الرابطة من نصف النهاية بعد الخسارة من غزن المحلة برقلات الترجع